اشتركوا في القناة والتركيز على الفلاحة كرافد أساسي من روافد التنمية تشجيع الصناعات التحويلية لتطوير الفلاحة وتحويلها إلى فلاحة منتجة للثروة قادرة على الترفيع في نسب التشغيل مطالبة الدولة بالاستثمار في الجهة وأحداث منشآت ذات طاقة تشغيلية كبرى تطوير البنية التحتية لتشجيع المستثمري للانتصاف في الجهة السعي لمطالبة الدولة بدعم الشباب في قطاع الفلاحة والسياحة الصحراوية للاستثمار فيها والتعريف بها سوف أسعى لمطالبة الدولة بتمكين المرأة وتحسين وضعها إضافة إلى إنشاء آلية وطنية لتعزيز نشاطها خاصة بالمناطق الحدودية والرفية وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضدها أيها المواطنين أيها المواطنات سوف أسعى بسن تشريعات تلزم أطباء الاختصاص بالعمل الدوري بمستشفر مادة وذهبة وتوفير المعدات العصرية لمستشفر مادة وذهبة لتجيع الأطباء الاختصاص بالعمل فيها والارتقاء بالمستوى الصحي مطالبة الدولة بإضفاء سبغة تجارية على معبر ذهب وزن الحدودي ودعمه بإنشاء سوق حرة للتبادل التجاري بين البلدين مطالبة الدولة بانتداب أبناء الجهة وأصحاب الشهايد العليا بالشركات المنتصبة بالسحراء والمؤسسات الرسمية للدولة باعتبارهم أصحاب أبناء سكان المناطق الحدودية ذات الأولوي في التشغيل ومطالبة الدولة بتنفيذ هذا المصطلح إعادة التوزيع العادل للثروة المنتجة محليا شعب الكريم لا سيما في قطاع النفط والغاز عبر آليات المسؤولية الاجتماعية للشركات أو الضرائب إعادة الهدوء واستعادة الثقة بين المناطق الحدودية فرمادة وذهبة والمؤسسات الرسمية للدولة موضوع ذات أهمية كبرى في برنامج الانتخابي شعب الكريم أدعوكم للتصويت يوم 17 ديسمبر على المترشح رقم واحد مختار عبد المولى ابنكم المناظر في سبيل هذه الجهة حتى يتسنى لنا العبور لمرحلة المواطن الحر في وطن حر ذات سيادة وحتى تكتمل أهداف الثورة وحتى لا يصيب الدولة هرم فلا بؤسة ولا تفقيرة ولا إرهابة ولا تجويع ولا ألم وشكرا لكم بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله بشير بن عبدالله بوشناق أصيل منطقة رمادة مرشح للانتخابات التشريعية الدورة 17 ديسمبر 2022 بشير بوشناق من موليد رمادة سنة 1971 خريج كلية الهندسة 1998 بالمونستير سليل وزارة التربية 25 سنة أقدمية لماذا ترشحت لهذا المنصب؟ أنا في سن الخمسين ورجل الخمسيني يقول عنه فيكتور يوغو 50 سنة جنسة 40 سنة جنسة بمعنى رجل الخمسين يجمع بين الاثنين بين الحكمة ورجاحة العقل وحسن التدبير ومنطقية الأفكار والتفكير كذلك يجمع معه مع حماس الشباب وحسن التدبير والطموح من دون حدود ولكن بكل تعقل لذلك صغنا برنامج تم الاطلاع عليه من طرف مجمل المعنيين بالعملية الانتخابية بكل من رمادة وذهبة نحن مرشحين على دائرة رمادة وذهبة من ولاية تطوين تحديدا من هذا المنبر نتوجه لكم السياسة تعرف على أنها فلسفة عملية ونحن صغنا البرنامج بناء على أساسين اثنين أساسين لم يتم تطرق لهم وفيما مضى مطلقا وجودنا في كابوع جغرافي بين خارتين خارة الجزائر وخارة ليبيا من حيث كبر الجمهورية الشقيقة الجزائرية والجمهورية الشيخ الليبيا رمادة وذهبة تسبحان على بركم تعمياء عذبة غير مستغلة بالنسبة للجزائر استغلتها في ولاية الواد وصنعت منها ثورة خضراء بالنسبة لليبيا منذ 1986 تستغل هذه الطاقة بالنسبة لنا نحن نفكر إلى حد الآن ما الحكمة من عدم التفكير في مثل هذا المجال من حيث استغلال الطاقة النظيفة كذلك الشمس 12 شهر على 12 شهر نتمتع بنورها الساطع ونحن نعيش في هذه حقبة فيما يتعلق بثورة الطاقة النظيفة والطاقة البديلة والطاقة الخضراء والطاقة الصديقة للبيع لذلك من خلال هذا المنبر ولكل من يسمعنا على الفضاء الافتراضي أو على فضاء الأثير بودنا أنكم تقبلوا بكثرة على الصندوق الاقتراع يوم 17 ديسمبر 2022 ولكم مننا كل الاحترام والتقدير وبأصواتكم نحول هذا المشروع إلى مشروع نهضة في ثورة خضراء إن شاء الله وتتحول تطوين من ساتر ترابي إلى ساتر تنموي أعيد وأكرر تطوين كاملة وليس رماده وذهب فقط مع الشكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر